تغيرات شتى فرضتها حرب غزة على ملفات عديدة في المنطقة منها مصار التطبيع بين السعودية وإسرائيل المرتبط بحلف دفاعي بين واشنطن والرياض هو بدوره جزء من ترتيبات أمنية أمريكية طويلة المدى في المنطقة غير أن استمرار حرب غزة وعدم وجود بوادر على نهاية وشكة لها ورفض إسرائيل حل الدولتين دفع السعودية للعمل على خطة بديلة ترمي لفصل التطبيع عن الاتفاق مع واشنطن توجه سرعان ما عبرت واشنطن عن تحفظها عليه وأعادت التأكيد على ارتباط الاتفاق الدفاعي بالتطبيع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن شدد على أن الاتفاق والتطبيع يمثلان جزءا من رؤية متكاملة للسلام في الشرق الأوسط لا يمكن الفصل بينهما لكنه لم يصد الباب تماما أمام ترتيبات بديلة بالقول أن الرئيس بايدن سيحدد في الأشهر المقبلة طريقا نحو إسرائيل أكثر أمنا في ضوء هذه المعطيات يرجح محللون أن تنتهج الرياض سياسة التطبيع المتدرج بالشكل الذي يمكنها من توثيق التعاون مع الإسرائيليين وتجنب استفزاز إيران ويتوقع المحللون انخراط المملكة في اتفاق دفاعي غير رسمي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والحفاظ على علاقات هادئة مع إيران تقرير لموقع ستراتفور يرجح أن تكون الرياض قد تحمست للدخول في تحالف غير رسمي مع واشنطن وتل أبيب بعد أن لمست فعالية التحالف الذي جمع دولا عدة في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ منتصف أبريل الماضي وعبر اتباع نهج التطبيع التدريجي والتحالف غير رسمي تأمل السعودية في مواصلة التعاون مع طهران في القضايا الإقليمية والثنائية وتتجنب معاودة إيران شن هجماتها بالوكالة عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة